السلام عليكم أخوتي أتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بيكونوا في حلقة جديدة حلقة 12 من برنامج الله في رأسك غيبنا شي شوية أخر فيديو كان ربما في شهر شهر ثمانية يعني تبارك الله يشحينا 14 تقريبا 6 شهر 6 شهر تقريبا مدرنا حتى شي فيديو أفكر كتيرة ولكن للأسف الوقت ما كانش مهم رجعنا بفكرة جيدة رجعنا بفائدة جيدة كتخص الناس اللي عندهم مشكيل حب شباب في الظهر أول إشارة بالنسبة للناس عندهم حب شباب في الظهر أول إشارة هذه كتدل لأن الحبوب في الجسم ما بين متوسط إلى الشديد لأن حب شباب درجات الخفيف المتوسط والشديد حب شباب في الظهر يعني أن عندك درجة متوسطة إلى درجة شديدة بمعنى إذا لمشيت عند درماتولوج غالباً سيعطيك تشرب كوراكني اللي تكلمنا عليه في فيديوهات من قبل الناس اللي كيهتموا أو عندهم مشكيل أو خاصهم يشربوا الكوراكني ممكن ترجعوا للفيديو اللي قبل وتقلبوا على الفيديو اللي كانت تكلم فيه على التمن دياله على طريقة ديال الأخذ دياله على شنو خاصك تعرف عليه على شنو خاصك تدين مع العلاج ديال كوراكني مهمة أدشي تكلمت عن الفيديوهات اللي من قبل طيب أنا خاصني دام ندير كوراكني اللي عندي عندي حب شباب في الظهر ولكن ما عندي شلوس باش نتبع الكوراكني خفت مالي زيفي السيقوندير دياله قاصح على الجلد قاصح لا عنديش تحليلة ما خرجت ليش مزيانة مخصيمش نتبع كوراكني مهمة كيف ما كانش السبب وشتش كين عني على أنني ما كينش علاج لا كين شاء الله علاج ولكن خاصو تبعو بإذن الله عز وجل جيب الله التيسي ماذا هو هذا العلاج؟ كي تكون مثل هذا الحويج أول حاجة قد بشي اللافرماسي تاخد ما يسمى هذا المحلول الذي يوجده الالكول وهو واحد المادة التي تقسل البكتيريا التي تجعل الحب شباب يتكاتر 70 درهم في الفارماسي لا تجد الـPara من بعد تجد الـPara لكي تجد هذا ما سأقول لك او إذا كنت تتعرف شيئا في الفارماسي يجعل لك رميز ما ستأخذ؟ ستأخذ كوتون ديسك كوتون ديسك كوتون ديسك ستأخذ ما يسمى بلوميسالر لوميسالر أي مركة كانت لا يوجد مشكلة تقدر تأخذها من إيف روشي تقدر تأخذ الـACM تقدر تأخذ نيفيا تقدر تأخذ ميكسة من مرجان و الأقاسيمة تقدر تأخذ قرنية تأخذ مرجان و الأقاسيمة و الأقاسيمة أي مركة لا تأخذ نتوجيب لك هذا قرنية ميكسة نيفيا تأخذ ما بين 60-80 درهم حتى إيف روشي لا تأخذ مية درهم نحن لا تأخذ المركة ما يهمناه هو أنه تكون بو ميكسة أغراس لكي نشاهد ذلك الأفرازات الدهنية التي تجعل حب شباب يتكون ثلاثة الحواج إيريف الويد كوتون ديسك من الـParafarmacy والوميسالر من الـParafarmacy طريقة كل مرة في الليل إذا كان لديه في ليلة دين سأقوم بعمل ذلك سأخذ الكوتون ديسك يعني استعمل قليلا من الوميسالر سأخذها فزقها طويق ويمسحوا مسح 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 لها تشكلها ثلاثة طويق يعني سأخذ طويق تهيئ لأبو أنها تستفيد من اللغة في الويد ثم تعاود تأخذ اللغة في الويد كوب شوية أو ثانية في كوتون ديسك وحد أخر جديد ومسح الظهر كامل أو مسح للدين يوميا بالليل مرة واحدة في الليل إذا ضعفت لضوز إذا استعملت ضوز كبيرة بزاف جمعات في النهار مثلا أو إذا استعملت نهارا أو نهارا ستجد نتجة التي ستبغي بالعكس يمكن أن يعطيك مفعول عكسي ويتزاد هذا الإفراز ويتزاد هذا الحب الشباب لأنه بحالك يجعله ويتزاد هذا الحب الشباب فإذا استعملت نهارا أو نهارا ستجد القوة الكافية من الدواء لكي يرد هذا الحب الشباب فبالتالي ستتمكن حب الشباب من الجلد أو إذا استعملت الجمعات في النهار يزاد هو يتضاعف أكثر فبالتالي ستجعله في حلقة مفرغة فبالتالي ستجعله فبالتالي ستجعله لمدة الاستعمال من ثلاث شهر حتى المكسيموم إلى دخل الشهر الخامس تكون سالتي يعني عندما سالت الشهر من الثلاثم نبدأ نقص في العدوز شوية 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 كانوا يجعلون نهارا ثلاث ياما نهارا تقريبا أسبوع عشر يام حال هذا من بعد كانوا يجعلون نهارا يومين نهارا يومين نهارا لمدة تقريبا أسبوع أو عشر يام حال أخرى ثم كانوا يجعلون نهارا ثم لما كانوا يدخل في الشهر الخامس كانوا يجعلون مرة في ثلاث يام ومرة في ربع يام إلى بانت لأشي حبوبة بانت لأنك تبدأ نتيجة تبان تقريبا من الشهر الأول ومن بعد يبدأك ينقص يعني ليس يغيبالك يبدأك ينقص وتحبس إلا حبس سيارة غد يرجع فحتك تكمل حتى توصل للشهر الرابع تقريبا وذلك الساعة تقول لي فيما تبلك أي شيء حبوبة سوف يفق منها بحلاقة من شبئ إذن الله في الشهر الخامس سوف يكون مشحب الشباب سوف يخذلك الدطاش نتناقشوا عليهم إن شاء الله في فيديو آخر قبل أن ننساني هذا الفيديو بغيت ندير أنا بغيت ندير إشهار للوحد اللي تخص الشباب خصوصا الذكور اللي هي جنتلمين زون غادي نتكلم عليها هنا وغيبال لكم الشان يوتيوب والإنستغرام اللي كيدير هالبرنامج أنا ما تنديلش إشهار للناس ماشي كل أبوغاسيون ماشي ما مسبونسوريزاي متاشي حاجة يعني ما متافقينش على هاد الكلام هذا فقط أنا أعجبني الكنسيبت والكنتيني ديالبرنامج اللي كيتكلم على العطور أنا ما تنفهمش بزاف العطور ودخل يعني في هاد السياق ديلتها اللي فراسك يعني ما كراش نتكلم على العطور ولكن ما تنفهمش بزاف العطور تعزاز عليا نشريهم ولكن ما تنشريش ماركة اللي غالية وما تنهتمش بزاف النجوم ما تنفهمش فيه فبالتالي كأنها مكملة البرنامج اللي فراسك كنقترح لكم أنه الناس اللي بغيني يشتريوا شي عطور مهمة زوينة يعني ويعرفو معلومات عليها من حيث تمان من حيث بزافة الحواج كنقترح لكم أنكم تدخلوا عندي إلياس إيميل إنستغرام ولاشتين يوتيوب والتفرجوا له قد يتلقون إن شاء الله هذا الشيء اللي كنتمنى وتهلا أفراسك